والله هو أدب الفانتازيا في مصر عموما بدء من زمان جدا مش من فترة قريبة زي ما الناس معتقدة يعني هو مشكلته بس إنه كان غياب التصنيف أعمال كتيرة لنجيب محفوظ ويوسف السباعي وتوفيق الحكيم كلها لو بصنا عليها بصة نقدية هنلاقيها تنهاية بتصنف فانتازيا بس اللي كان غياب عنا هو التصنيف ممكن لاهتمام الحركات النقدية بتصنيفات روايات تانية زي بقى الكلاسيكية والحداثة وما بعد الحداثة والطيار الوعي وده فده خليهم شوية يتأخروا في تصنيفات زي الفانتازيا والخالي العلمي والرعب فدي كانت بالنسبة لهم بتعامل على إنها شوية أدب درجة تانية مؤخرا ابتدى الموضوع يتوسع وده بسبب انتشار الأعمال الفانتازيا التجارية ده شوية ابتدى يخلي فيه زي سبوتلايت كده على الأعمال بتاعت الرعب والخالي العلمي والفانتازيا لسه هي في البداية يمكن يعتبر أشهرها الفترة اللي فاتت كان الرعب الفانتازيا ابتدت تاخد برضو خطوات كويسة لكن برضو إحنا لسه قدامنا وقت طويل جدا لحد ما يعني النقد يتبنى الفانتازيا ويدرسها وتبقى فيها عندنا دراسات عن الفانتازيا في الأدب المصري